دكتور الجديد بقى في الخدمات الطبية اللي عضو النادي ينتظرها في الدورة الجديدة اللي وفقت إن شاء الله إيه اللي انت تقدر تطرحه طبيا للدورة الجديدة نحن عندنا نفس الخدمات الطبية اللي نقدمها لها تصور أنها تبقى بشكل أسهل ويبقى بشكل أيسر على عضو النادي وتوصل له الخدمة بشكل أبسط ما فيش أفضل من التكنولوجيا والآيتي إنها تبقى تتطور بالشكل اللي يخدم عضو النادي إن هو يقدر يحصل على ما يحتاجه من مثلا كشف أو تحليل أو إشعة أو عن طريق أبليكيشنز معينة تقدر إن هي تخدم العضو بالإضافة لاستمرارية الخلالات اللي موجودة حاليا الحمد لله وبالإضافة لمشاركتنا في بقية الحملات فكل ما السادة والشركات والرجال الأعمال اللي في المجال الطبي بيعرفوا قدية نادي الأهل مهتم بالمجال الطبي بيجي لنا كتير جدا عروض من شركاته وبنقدر راحنا طبعا برسم النادي الأهل نعمل أحسن أحسن دي اللي يخدم العضاء النادي وفي نفس الوقت يوفر على النادي أقل تكلفة ممكنة الحمد لله إذن في الناحية الطبية إنت الأبليكيشن بتاع خدمات العضو موجودة أيوة التكسيف أو الحاق الجزئية الطبية فيه دي مسألة برضو مهمة أو وإن يبقى فيه كول سنتر أو إن يقدر العضو النادي لو حصل له أي مشكلة عند مقدم خدمة معينة إن فيه كول سنتر يقدر يتصل يلاقي حد بيرد عليه يدي له معلومة لأن طبعا الأمور دي فيها متغيرات على طول فيقدر يدي له المعلومة اللي يتفيده طبعا عضو النادي الأهلي عند أي مقدم خدمة هو نمبر ون بالوضافة كمان إن كرنين نادي الأهلي لوحده بدون أي خدمات كثير من المقدمين الخدمة بنقدر نعمل معهم تعاون إنه يدي خصومات بمجرد بس أنك تطلع كرنين الأهلي فهنا بنطالب دائما عضو النادي لما يروحي أي مستشفى أو معمل أو أو اسأل هل فيه خصم مع النادي الأهلي هتلاقي معظمهم بيقولك آه الخصم كذا طلع كرنين هذه طبعا نقطة مهمة جدا هذه نقطة مهمة لأن الناس كتير الأعضاء بيغفلوها طبعا ومصلحة المقدم الخدمة أنه يبقى عنده قطاع كبير اللي هو قطاع النادي الأهلي أنه يبقى بيقدم له خصومات عشان يجي له يستقطب هذه الشريحة الحمد لله هل من المفيد أن نعلن للأعضاء أسماء المستشفيات المتعاونين معها حتى في لوحات الإعلانية داخل النادي؟ ممكن بس هي بتتغير أو خلال الموقع الإلكتروني عندنا الموقع الإلكتروني شغال عندنا المركز الإعلامي ما شاء الله ما بيأسرش عندنا طبعا القناة بتنوه كل الأداء الإعلامية للنادي الأهلي بالسوشيال ميدي بتاعتنا قوية جدا حتى صفحات الغير رسمية اللي بيعملها الأعضاء بيقدروا يشاركوا فيها ويساهموا بشكل إيجابي جدا حاجة يعني لو تشوف مدى التلاح بين أعضاء النادي على الجروبات اللي هما بينشقوها للنادي حاجة ما حد بيسأل سؤال بس لأكل الأعضاء بيرد عليه بالإجابة شافية ووافية الحمد لله لحاول نوصل لأكبر قطاع ممكن من الأعضاء الحمد لله بمناسبة الموقع الإلكتروني للنادي أعتقد ده كم من الملفات للكابتن أو المجلس أسنادها لحضرتك؟ الحمد لله يعني أنا اتشرفت من مجلس دارة بتكليفه أننا نمسك ملف التطوير الموقع الإلكتروني والسوشيال ميديا بس إحنا كنا لدينا منظور مختلف شوي اللي هو إحنا طبعا إحنا وصلين من أكبر الأندية على مستوى العالم في منحس المتابعة والمشاهدة من أعلى المنصات متابعة من أعلى المنصات طبعا لكن إحنا كنا كمان تكلمنا في كاسة جزئية على وهي إن إحنا إزاي نحمي حقوق النادي نحمي حقوق النادي الملكية الفكرية لما ينتجهه النادي من محتوى الحاجة الثانية إن إحنا نقدر نقدم جودة عالية جدا من الخبر والمحتوى اللي بتقدم للجماهير كلها والحاجة الثالثة إن إحنا نقدر ندر أموال من الموقع الإلكتروني والسوشيال ميديا إن إحنا عايزين نحول الإدارات من إدارات بتستهلك أو بتبقى على طول عايزة مصاريف إنها الإدارات تبقى منتجة إزاي إدارة المركز الإعلامي والموقع الرسمي إزاي ينصهروا مع بعض وكلهم تحت موطقة واحدة تقدر من خلالها أن أنت تقدر تحكم المحتوى اللي أنت بتعمله وتحميه وتجيب منه عوائد مالية بدأنا في المشروع والحمد لله كان عندنا حلقة وصل ما بين إدارة التسويق طبعا نشكرهم كلهم طبعا كان دكتور سعد شلبي وقتها أمير توفيق ومريان دي من إدارة التسويق ومن المركز الإعلامي طبعا أستاذ جمال جبر إزاي نعمل التناغم بين الاتنين وإزاي نقدر نتواصل كمان مع الشركة المسؤولة عن إنتاج ده كان عندنا ثلاث محاور طبعا الموقع الإلكتروني وإزاي نعمله بالثلاث لغات ويخدم كل الجماهير بتوعنا في العالم كله ده كان ليه تأثير إيجابي جدا وصدفة إن إحنا لما طلعنا به كان في نفس الوقت التعاقد مع بيتسو موسيماني فكان ليه جماهير كتير جدا بتتبع أخباره في جنوب أفريقيا أثر كتير جدا على تردد الجماهير من مختلف أنحاء العالم على الويب سايد الحاجة الثانية كان عندنا الانلاين ستور أو المتجر الإلكتروني اللي المفروض هنبتد إن شاء الله هو ده جاهز خلاص تم فاضل بس إن إحنا نبتد نعرض عليه المنتجات الخاصة بجماهير النادي الأهلي كل المنتجات يعني هتبقى مفاجأة بإذن الله الجماهير النادي الأهلي عندنا كمان الحاجة الثالثة الأبليكيشن الخاص بأكاديمية كرة القدم أبليكيشن إحنا عندنا أكثر من 12-13 أكاديمية للنادي الأهلي على مستوى الجمهورية إزاي تربط ما بين دول كلهم وإزاي المشترك يبقى هو قاعد ويبقى قادر يعرف فين الأكاديمية اشتركها قد إيه صور حية للمكان أسامي المدربين ويقدر يشترك ويقدر يتفعل فيها طبعا التلات محاور دول كان مهمين جدا وطورنا من خلالها زي ما قلت حقيقة السوشال ميديا بشكل يعلي الكواليتي وكان بكورة إنتاج الحمد لله الإشراف على الملف ده طبعا عندنا فيه فيلم سر التاسعة عمل صدق بير جدا جدا هذا كان حاجة جميلة عمل صدق بير جدا جدا مليون مشاهدة في أول يوم في أول 24 ساعة طبعا كان نتيجة تعب كبير جدا كان سر كبير أول صراح كان سر كبير كان مصدق بير جدا